حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن أبن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا ما عليه غيره حدثنا حسين بن محمد قال حدثني أبن أبي الزنادي عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قال أخبرني عبد الله بن أبي أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلم تافي ثوب ملتحفا به مخالفا بين طرفيه